سيد عبد الواحد هل ذلك مبررا من أجل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث؟ لا طبعا ده نوع من الخلط يعني إحنا بنطفق على إحنا أجلنا فكرة الحصص الميادي لمرحلة أخرى لكن هنا ضيفك الكريم بيخلط الأمور بعضها البعض فكرة حصة مصر مصر تتحدث عن حقوقها السابقة اللي هي لا تؤثر على أمنها المائي ولا أمنها القومي وده موجود في اتفاقيات سابقة حضرته لو أرى اتفاقية 1902 اللي تم توقيعها ووقع عليها إمبراطور إسيوبيا منلك الثاني تنص على هذا أن النهر الأزرق هو ده الماء اللي فيه بيخص مصر حتى كان مصر والسودان ساعتها كانت دولة واحدة وفيه إلزام قانوني في هذه الاتفاقية على حصة مصر في النيل الأزرق ثم جاءت اتفاقية 29 واتفاقية 59 دي اتفاقية خاصة ما بين مصر والسودان بعد بناء السد العالي يجب أن لها نخلط الأوراق بعضها البعض مصر تريد الحفاظ على حصتها نحن نناقش نقاط خلافية ضفق الكريم نأننا إلى مرحلة أخرى مستقبلية وهي فكرة الحصص وهذا يدل على الفكر الحقيقي الإثيوبي يعني هو كان واضح وصريح وده ما يدور في خلد إثيوبيا عملية التحكم في المياه خاصة مياه النيل الأزرق نحن نتحدث عن إشكاليات حاليا وهي اتفاق ملزم يتعلق بعملية الملء وتشغيل السد والنزاعات القانونية فكرة الحصص ديت مصر تتنازل عن حصتها في ماء النيل نعم بوضوح يعني بكلمتين فقط هل عام 2021 يحمل جديدا في ملف التفاوض أم أنه تكرار لعام 2020 سيد عبدالواحد أيها فندم الحقيقة أنا شايف في حالة من عدم الثقة التصريحات المسؤولين الإثيوبيين الحقيقة لا تبشر بالخير خاصة تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأخيرة تحدث على أن الدولة الإثيوبية تستطيع أن تجري عملية الملء الثاني في التوقيت التي تحدده بالكلفية التي تريدها ابقوا مع نساء عبدالواحد